من الحاجات المهمة اللي لازم تركز عليها على قناتك في البداية ان انت يكون عندك لجو احترافي وده عملناه في الفيديو اللي فات النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي تعمل غلاف احترافي انا بدخل على قنات كتيرة بلاقي ان هو مش عامل غلاف حتى مع العلم ان ده مكان بيسهل عليك ان انت تسوق لقناتك وتعرف الناس قناتك عبارة عن ايه وممكن الناس تستفيد منها ايه ويعتبر الغلاف اول حاجة بيشوفها الزائر هو واللجو لما بيدخلوا القناة بتاعتك ولو معمولين بشكل احترافي هيحس ان صاحب القناة ده مهتم بالقناة بتاعتك الفيديو النهاردة ان شاء الله ازاي نصمم غلاف احترافي للقناة بتاعتنا بدون سابق خبرة عن طريق الموبايل بتاعنا وده الفيديو السادس في سلسلة يوتيوب اي اي بالهاتف بتاعك بدون ظهور بقى الفيديو هاتف هتلاقيها هتطلع في علامة الاي هنا السلسلة كاملة هتلاقيها موجودة بالترتيج ولو انت حابب ان انت تنضم لجروب التليجرام هتلاقي الرابط بتاعه فيه صندوق الوصف ممكن تسأل هناك وممكن تشارك الشغل بتاعك وراء وقلم وكوباية النسكة فيه ويلا بينا يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم لو اقول مرة تشوفني انا احمد مندوح والقناة بتهتم بتطوير مهارتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس اونلاي لو مهتم بالمجال ده ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة وان شاء الله تعجبك وتشترك معنا لو انت مهتم بكرياتور سكول وعايز تعرف تفاصيل اكتر ممكن تتواصل مع فريق العمل عليها عرض قوي جدا متابعة لمدة سنة وكل كرساتنا وتدريباتنا وان شاء الله بإذن الله هتبدأ بيزنس ناجح في اقل من 3 شهور طيب احنا في الفيديو ده هنعرف بعض الحاجات المهمة اللي لازم تركز عليها في الاول وبعد كده نطبق عملي ونشوف الغلاف مقاسه قد ايه وتعمله ازاي في القناة بتاعتك وخلي بالك مقاس الغلاف ما ينفعش تعمله بمزاجك لازم تعمله بمقاس محدد عشان ينفع على الموبايل على الكمبيوتر على التيفي زي ما هنشوف في الخطوات اللي جاي طيب ايه مقاس الغلاف على القناة وبيسموه البانر البانر ده مقاسه 2500 في 1440 بيكسل وده مقاس غريب جدا ومش متوفر غير لليوتيوب فقط عشان ما ترخش تعمل انت غلاف من اي موقع وتلاقي ان فيه مشكلة في الغلاف ما هواش ظاهر على الموبايل ظاهر على الكمبيوتر والدنيا تعك معك فركز جدا لان المحتوى اللي بيكون موجود يعني المنطقة اللي بتظهر في كله واللي على الموبايل هي 423 في 1546 ودي المنطقة اللي بيسموها المنطقة الامنة اللي هنشوفها بعد شوية وإحنا بنعمل التصميم إن شاء الله طيب ايه شروط غلاف القناة الناجح اول حاجة احنا عملنا لوجو فالمفروض درجات الالوان اللي موجودة في اللوجو تكون موجودة في الغلاف والغلاف يكون بيعبر عن محتوى القناة وبسيط ومفوش كعبالة كتيرة ما تحطش علامات الاشتراك وايكونات وحاجات بتضحك وناس بتجري الكلام ده ما بينفعش ركز على المحتوى بتاعك لو بتعمل فيديو اسبوعي اكتب الكلام ده لو انت بتستهدف فئة معينة من الناس اكتب الكلام ده في الغلاف الهدف الاساسي من الغلاف ان لما حد يدخل على القناة بتاعتك يفهم محتوها ايه من غير ما يعود يلف كتير ومن غير ما يتوه في القناة خلونا نبدأ كده ونشوف ازاي نصمم غلاف احترافي للقناة بتاعتنا او بيسموه بانر انت بتدخل على كانفا وقلنا ان رابط كانفا ده ان شاء الله يكون موجود في صندوق الوصف هو مجاني لما بتدخل عليه هو بيوديك على اخر حاجة انت كنت تشغال عليها المفروض ان انت تضغط على الثلاث شرط دول وبعدين تضغط على هوم ومن هنا بتكتب اسمو يوتيوب بانر بي اي اي ان اي اي ار تمام لما بتكتب كده يوتيوب بانر بيبدأ يجب لك اشكال كتيرة جدا من البانرز هتلاحظ ان معظم الكتابات مكتوبة في المنطقة الامنة اللي هي في النص لما هتبص عليها كده انت محتاج تستخدم حاجة بسيطة بتوصل الفكرة بتاعتك ويكون لها علاقة باللوجو اللي انت عملته يعني درجات الالوان قريبة لو اخترنا دي بسيطة جدا وسهلة نقدر ان احنا ما نحاولش نغير في المكان بتاع الكتابة دي لان ده انسب مكان حينفع يظهر عليه كل اللي احنا عايزينه ممكن بعض الحاجات نضيف مثلا بعض الاشكال من هنا لو انت مثلا عايز تضيف شكل زي ده على سبيل المثال تصغره كده وتحطه طبعا لو عملت حاجة غلط بترجع بعلامة الاندو من هنا وتبدأ مثلا تحطه هنا بس ده طبعا مش هيظهر في كل حاجة الا هيظهر اللي موجود قدامنا في المكان ده في النص كده بقى عندك الى حد ما بانر شكله ظريف تقدر بقى تغير في الكتابات تغير في الالوان الموضوع بسيط يا جماعة وبعد كده تبدأ ان انت تنزل وتعمل داونلود من هنا تمام تعمل سيف ايمدش هتلاقي ان هو بقى موجود عندك في الصور هنا تمام ولو انت موجود معي لحد هنا ولسه ما اشتركتش فانت اكيد نسيت انزل اشترك وارجع كمل الفيديو خلينا نشوف بقى ممكن نعمل الكلام دا ازاي بذا كان الاصطناعي لو انت موجود على الشات جي بي تي ودخلتك اتبتله حتى بالعربي اريد غلاف يوتيوب لنفس القناة انا كنت اعمل لوجو المرة اللي فاتت وبضغط كده هتلاقي ان هو هيعمل لك المقاسي المناسب فعلا لغلاف اليوتيوب وتقدر تستخدمه مباشرة او تعدل عليه كمان لو حبيت تمام عمل غلاف الي حد ما شكله جيد لو مش عاجبك ممكن تقول له غير او تقف هنا تمام وتبدأ تشيل بعض الحاجات او تعدل بعض الحاجات في الصورة بتاعتك ممكن تقول انا عايز اشيل الكلام دا لو انت علمت عليه كده بس انا شايفه الي حد ما شكله احترافي جدا وجميل بقى موجود عندك تنزله ازاي بقى على القناة زي ما قولنا في الفيديو اللي فات اللي جو تقدر تروح له من مكانين خلينا نجرب هنا من داخل تطبيق اليوتيوب وانت موجود على تطبيق اليوتيوب تمام بتضغط على الالم اللي موجود هنا كده تمام وداخل الالم ده بتلاقي ان انت عندك امكانية ان انت تضغط على علامة الكاميرا وبعدين تقول تشوز وتبدأ ان انت تحط الشكل اللي انت عايزه تعمل سيف هتلاقي ان هو ظاهر لك المكان كتب لك تيفي اللي هو الصورة كلها وكاتب لك ديسك توب اللي هو على الكمبيوتر وكاتب لك يعني على الموبايل بكده انت المكان بتاعك صح علامة السهم دي هتظهر فقط على ديسك توب مفيش مشكلة بس المهم ان انت عندك على الموبايل اللي انت عايز تكتبه واضح وكامل وتقدر تعمل سيف وكده انت رفعت الغلاف بتاع القناة بتاعتك وبعندك غلاف الموضوع مهم يا جماعة وياريت اشوف تصميماتكم ان شاء الله في جروب التليجرام وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي الطريقة الصح لعمل وصف للقناة بتاعتك عشان فعلا توصل لأكبر عدد من الناس هتلاقي الفيديو يطلع هنا ان شاء الله بعد ما ينزل والسلسلة كلها بالكامل موجودة هنا بالترتيب شكرا لكم سلام